ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله عيون سنتر باي يويس أمباسي ماروكو إنها لحظة فارقة في العلاقات المغربية الأمريكية هذه العلاقات التي أضحت قوية أكثر من أي وقت مضى وأشار شينكار في هذا الصدد إلى الإعلان التاريخي الشهر الماضي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالسيادة التامى للمملكة المغربية على كافة منطقة الصحراء المغربية وبفتح قنصولية لها بالدخل وسجل المسؤول الأمريكي إنه بحلول سنة 2021 تكون قد مرت مئة سنة على فتح الولايات المتحدة الأمريكية لبعتة ديبلوماسية بالمغرب مذكرا في هذا الصدد بأنه توجد في مدينة طنجة أقدم مقر ديبلوماسي للولايات المتحدة في العالم وأكد مساعد كاتب الدولة الأمريكي أن الشراكة المتينة مع المنظمة غير الحكومية تيبو المغرب التي تنشط في مجال النهوض بتربية الشباب واندماجهم الاجتماعي وتطورهم الإنسان عبر ريادة كرة السلة ليس سوى جزء من التزام الولايات المتحدة لفائدة الشباب المغربي والصدقة العميقة بين البلدين وأبرز في هذا الصدد دحم بلاده لوزارة التربية الوطنية لما يزيد عن عقد من الزمن في إطار ورش إصلاح المنظومة التربوية باستثمار بلغ 250 مليون دولار وذلك من خلال عدد من البرامج ومنها أساسا النهوض بالقراءة لدى التلاميذ الإبتدائي وتكوين المدرسين فضلا عن برامج تعلم اللغة الإنجليزية وفي الجانب الاقتصادي ذكر شينكر بأن المغرب هو البلد الإفريقي الوحيد الذي يرتبط باتفاق لتبادل الحر مع الولايات المتحدة قائلا في هذا الصدد احتفلنا الأسبوع الفارط بمرور 15 سنة على دخول اتفاقنا رسميا حيز التنفيذ نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب